ينضم لنا عبر الأقمى الصناعية مباشرة من إسطنبول الدكتور نصر حريري عضو الهيئة السياسية في الاتلاف الوطني السوري دكتور نصر مساء الخير أهلا بك معنا إذن اجتماع المجموعة الدولية حول سوريا في نيويورك طبعا وفد من المعارضة سيحضر هذا الاجتماع تقريبا بعد ساعة من الآن أو ساعة ونصف ما الأجندة التي ستطرح وما الجديد في هذا الاجتماع يعني أولا اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا تم تغيبه خلال الفترات الماضية التي كان هناك فيها تفاوض مباشر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وهذا بالفعل ولد نوع من الاستياء سواء داخل الدول الإقليمية المهمة والمؤثرة في الملف السوري أو من قبل دول الاتحاد الأوروبي قبل يومين كان هناك اجتماع قصير لم يستمر إلا حوالي ساعة لأنه كان اجتماع متوتر تبدو فيه الأطراف بعيدة كل البعد عن إمكانية الوصول لاتفاق والسبب في ذلك كان الخروقات المتكررة من النظام وحلفاء الروس الذين يفترض أنهم راعي لعملية السلام وخاصة استهداف قوافل المساعدات الإنسانية اليوم هناك محاولة جديدة من أجل يعني محاولة إرساء وقف الأعمال العدائية أو الهدنة من جديد من أجل تهيئة المناخ الملائم للدخول في مفاوضات سياسية الحقيقة أنه الموضوع صعب يعني ناهيكي عن عدم وجود إرادة سياسية حتى هذه اللحظة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص من أجل الوصول للحل السياسي في سوريا فلا تزال الأطراف حتى هذه اللحظة متباعدة هناك نقاط في عليها اختلاف كبير روسيا تريد تفصيل أو تصنيف كل الفصائل التي خرجت ضد نظام بشار الأسد على أنها إرهابية يجب قتالها تحرف بوصلة المشكلة في سوريا من مشكلة تغيير نظام وثورة شعبية إلى مشكلة فصائل إرهابية وضرورة تمييز هذه الفصائل إضافة إلى تمسكها بموضوع بقاء بشار الأسد طيلة المرحلة الانتقالية وحقه في الترشح مرة أخرى وهذا ينسف كل القرارات الدولية وينسف التضحيات التي قامها من أجلها الشعب السوري ما الأجندة التي سيحضر بها وفد المعارضة الآن الممثل للمعارضة السورية والشعب السوري في هذا الاجتماع؟ ماذا سيطرح على الطاولة من قبلهم؟ الأجندة هي ثلاث نقاط النقطة الأولى سيعيد التأكيد على الرؤية السياسية الكاملة التي توصلت إليها المعارضة وهي تضمن مشاركة كل مكونات الشعب السوري في سير واتخاذ القرار خلال المرحلة الانتقالية سيشرح كل تفصيلات هذا الإطار التنفيذي النقطة الثانية تبدي المعارضة استعدادها لاستثمار أي فرصة للحل وخاصة للحل السياسي الذي يحقن شلال الدماء في سوريا ويحقق تطلعات الشعب السوري وتؤكد من جديد أنه برغم من اتفاق حتى لو تفقت كل الدول على أي صيغة لا تنسجم مع تطلعات الشعب السوري هذه الصيغة لن تجد طريقها إلى التطبيق من قبل فصائل الثورة السياسية أو العسكرية بمعنى أن أي حل في سوريا يجب أن يستند على شيئين أولا المرجعية الدولية بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي وتحقيق تطلعات الشعب السوري بضرورة رحيل بشار الأسد منذ بداية المرحلة الانتقالية والتأكيد على أنه لا يمكن الخوض بأي عملية سياسية طالما الأوضاع الإنسانية موجودة قتل وقصف وتهجير وتغيير ديمغرافي واستهداف ومنع لدخول القوافل الإنسانية دكتور هذه الأيام طبعا توقع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والسبعين هل لهذا التزامن مع الشماعة السوري أي من التأثيرات الآن على الملف السوري وعلى مجرى الملف طبعا يعني هذه مناسبة كبيرة ومهمة يجتمع فيها كل أو يعني عدد كبير من زعماء العالم وبالنسبة للدول المصنفة ضمن أصدقاء الشعب السوري أو ضمن المجموعة الدولية لدعم سوريا كلها حاضرة ولكن للأسف الشديد أقوله بصراحة حتى هذه اللحظة أمريكا لا تريد الحل أن يرى النور في سوريا لا تريد لأحد أن يدعم الثورة السورية لا هي تدعم ولا تترك المجال حتى للدول الإقليمية الصديقة والشقيقة أن تدعم الثوار من أجل قلب موازين القوى وأرغام بشار الأسد على الخوض في العملية السياسية لأنه بعد ست سنوات وفشل كل هذه المبادرات التي تطرح على القاولة أصبح من الواضح للجميع أن هذا النظام لا يفهم لغة الحوار السياسي هذا النظام لا يريد أن يقدم أي تنازلات هذا النظام وحلفاء الروس والإيرانيين بالذات هم مستعدون حتى يعني أن يخوضوا معركة حتى آخر لحظة في سبيل إبقاء بشار الأسد ولا زالوا يعويلون على الحل العسكري لذلك لا بد من التفكير بحلول بديلة واستراتيجيات أخرى مرافقة للجهود السياسية والدبلوماسية التي ترمي للوصول للحل السياسي طيب تصريحات سياسية تصريحات من فرنسا تقترح خطة لوقف إطلاق النار بالمقابل أيضا تصريحات بريطانيا تتحدث عن مرحلة انتقالية بدون الأسد أيضا لا ننسى ما قاله سيد بن كيمون وحمل المسؤولي الأسد عن معظم القتلى في سوريا كل هذه التصريحات الآن هل ستلعب دور ما في هذا الاجتماع خاصة بأنه متزامن مع الجمعية العمومية للأمم المتحدة وأين أنتم كمعارضة من كل هذه التصريحات يعني واضح أنه خلال الفترات الماضية كان هناك بعض التصريحات الرمادية لبعض الدول صديقة الشعب السوري من أجل طيل ملف السوري من أجل الوصول إلى حل الاجتماع الذي حدث مؤخرا في لندن وكان هناك أعلان للإطار التنفيذي من قبل الهيئة العليا للمفاوضات والإتلاف الوطني وكان هناك تبني من دول الاتحاد الأوروبي لهذه الرؤية التي تنص صراحة على رحيل بشار الأسد منذ بداية المرحلة الانتقالية أوروبا تعاني من قضية اللاجئين وقضية الإرهاب الدول الشقيقة والصديقة المجاورة خاصة لسوريا تعاني كذلك من التهديدات الأمنية تهديدات الأمن والاستقرار الإرهاب اللاجئين لذلك الآن وبسبب الجرائم الكبرى التي ارتكبها للنظام وخرقوا للهدنة أكثر من مرة استهداف قوى في المساعدات الإنسانية البارحة استهداف منظومة الإسعاف في خانطومان هذا كله يجعل الدول تدرك أن هذا النظام هو الفتيل الأساسي في إشعال الفوضى والخراب في المنطقة فبالتالي هي تسعى من أجل مصالحها لإرساء حل في سوريا تسعى من خلال هذه المناسبة الدولية أن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بالتصريحات بالبيانات بالضغوط الدبلوماسية وكذلك على الروس وعلى حلفاء النظام من أجل عودة كل الأطراف إلى طاولة المفاوضات التي توصل للحل السياسي أنا صراحة بظل وجود هذه الإدارة الأمريكية أشكك في مدى نجاح هذه الأطراف بالفعل من تحقيق الضغط اللازم لتغيير حقيقة سننتظر إذن إلى حين نعقاد هذا الاجتماع وسننتظر إذن ما سيترح على الطاولة وأيضا النتائج وأشكرك على هذه المداخلة دكتور ناصر حريري عضوها السياسية في الاقتلاف السوري كنت معنا عبر الأخماس طناعية مباشرة من إسطنبول